الناس كلها عارفة ان احنا عما دخلنا انتخابات باتنامج عائلة الاهلي من ضمن الحاجات الاساسية او بند من بنود اساسية اللي هو المسؤولية المجتمعية على النادي الاهلي فالنهاردة عما النادي الاهلي يحتضن تصفيات كأس العالم للأيتام برعاية الساتوك في وجود الشيخة الشيخة التاني موجودة هنا في وجود نخبة من نجوم العالم زي منيش زي نونو جومش منوج جوزيح حرس يمكن انا كلمته ولسه رجعك ان خمسة الصبح النهاردة جاي مصر مخصوص من ضمن الحاجات ان هو يجي عشان يحضر حاجة زي دي بتدي لك قدي قيمة النادي الاهلي وقدي مسؤولية النادي الاهلي مش بس النادي الاهلي له مسؤولية مجتمعية والحمد لله رب العمين ربنا قدرنا ان احنا دايما نكون كده يعني بنرسم البسمة على شفاء الايتام وبنرسم البسمة على شفاء كل الناس اللي محتاجة ان النادي الاهلي يرعاها والحمد لله رب العمين ربنا يوفق الجميع ومثالي حدث يليق بالنادي الأهلي ويليق بالشركة الرائعة وإن شاء الله بإذن الله نتمنى يبقى فيه مزيد من الحاجات دي احنا عملنا بطولة الصفارات قبل كده عندنا أكتر من حاجة جاية إن شاء الله عندنا يونيسيف اللي هي المنظمة العالمية للأطفال يعني الحقيقة النادي الأهلي بيحرص ومجلس إدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب بيحرص دائما إن هو يكون مشارك في أي عمل يجسد المسؤولية المجتمعية الموجودة للنادي الأهلي